مكرن مفرن مقبلن مدبرن معا كجلمود صخرا حطاه السيل ومنعلك بحولها وزفوة إلا بالله خلاص يعتارك فاية الموضوع ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو إكس مراتي أحداث الفيلم بتركز على دكتور شريف اللي بيعيش حياة مهنية مستقرة كدكتور نفساني وحياة أسرية مستقرة مع مراته صحر وابنها سليم اللي بيعتبره زي ابنه في يوم من الأيام دكتور شريف بيتم استدعاءه للسجن لتقييم حالة والحالة دي هي طاها الشهير بالعجوز مجرم عنيف المفروض أن الدكتور شريف يقرر ما إذا كان أصبح مستعد لأنه يرجع للمجتمع ولا لأ وتقرير دكتور شريف فعلا بيساعد في خروج طاها من السجن وهنا بيكتشف الكارثة طاها هو الزوج السابق لصحر وابو سليم الحقيقي رغم أنها كانت أيلة للشريف أن أبو ابنها مات ودلوقتي طاها بيدور عليهم بنوايا شريرة فيترى إيه اللي حيحصل فيلم إكسمراتي هو كوميديا فعالة ومنعشة ومبهجة وأصلية لحد نقطة معينة أغلب ما يميز كوميديا الفيلم مصدره هو حبكته حبكة ذكية ومش كسلانة خلقت عدد كبير من المواقف وسمحت بعدد كبير قوي من الإفهات والنكت وحطت ثلاث شخصيات تصميمهم جذاب جدا في لعبة قوت وفار مع بعض آه طبعا الدنيا كلها منطلقة من صدفة وهي إن شريف يكون في طريق طاها من غير مطاها يعرف إن شريف هو زوج مراته السابقة بس طبعا إحنا أمام كل المقاومات اللي بتجعل الصدفة دي مقبولة أولا إن الصدفة دي هي الحبكة كلها مش مجرد محرك للحبكة وثانيا إن إحنا أمام فيلم كوميدي مش مهم الصدفة اللي حتقدمها إيه المهم المكافآت حلوة ولا لأ والمكافآت كانت فوق الممتازة وشديدة العناية هو طبعا مشكلة كبيرة أمام أي حد بيراجع أي فيلم في الدنيا إنه يشرح للناس الضحك عمل إزاي بس اللي قدر أأكده لكم هو إني كنت بتحك من قلبي والسينما كلها كانت بتتحك من قلبها طب حد يسألني ويقول لي يا كابتن محمود إحنا ممكن نصدق إنك كنت بتتحك من قلبك إشعرفك بقى إن السينما كانت بتتحك من قلبها عشان في بداية الفيلم أنا حسيت بالمقاومة شوية النكة الخفيفة اللي بيشكله مرحلة التسخين وجص النبض في بداية أي فيلم كوميدي مصري بيدوك مؤشر لنوع الحفلة اللي أنت موجود فيها هل هي حفلة أغلب اللي موجودين فيها فشتهم عيمة وحيتحكوا على أي حاجة وخلاص ولا دي حفلة تقيلة واللي فيها مش حيتحكوا غير على اللي يستاهل أنا أدعي إن الحفلة اللي كنت فيها كانت حفلة تقيلة ما ابتدتش أسمع صوت ضحكوهم غير مع أول موقف متكلف والصراحة الفيلم ما كانش بيدي فرصة للمشاهد إنه ياخد نفسه مواقف أصلية وطويلة ومتتالية وبيتم استثمارها على أكمل صورة ثلاثة البطولة بتاعنا أصلا ما كانش محتاج إنه يستخدم أدواته الكوميدية فيها أنتوا جسدوا المتوقع من شخصياتكم في موقف زي ده والكوميديا حتندفع لوحدها وده يا جماعة هو اللي احنا بنسميه دحك من غير استعباط من غير استعباط يدايق يعني آه طبعا كتير من المواقف اللي احنا عدينا عليها كان مبالغ فيها ولكن زي ما قلت طالما المكافأة استاهل فالكل بيعدي والفيلم كان عنده من الحكمة إنه لما حس إن المواقف بتاعته بتدت تخلص بدأ يلعب كارت الشخصيات المسندة اللي طبعا في إطار أي فيلم كوميدي مصري بيكونوا ضيوف شرف بس المرة دي ما هماش ضيوف شرف مهمتهم الأساسية إنك تتفاجئ بوجودهم وخلاص أولا هم مش أكبر أسماء فيلم زي ده يقدر يكتذبهم ولكنهم كانوا الأنسب للشخصيات اللي جسدوها وأنعشوا الكوميديا أكتر وأكتر والجميل إن المواقف الكوميديا اللي عمال حكي لكم عليه هدايات كانت بتساعد الحدوث على إنها تتحرك لقدام ومواقف الشخصيات من بعضها تتبدل والأساس في ده كان شخصية صحر اللي في البداية كانت متفاجأة من المواقف كله ومسندة لزوجها وبعد كده أصبحت ساخطة عليه بسبب جبنه وهروبه من المواجهة في المرحلة دي شفنا ظهور رائع لمصطفى غريب ظهور رائع برضو العلي صبحي وظهور ملفت وغير متوقعة من عماد رشاد وقلفة إمام كل اللي قلته ده بيوصف النص الأولاني من الفيلم بس مع بداية النص التاني من الفيلم فيه هاجس غريب خيم على الفيلم وهو إننا بقينا محتاجين نوازن ما بين الكوميديا والجدية وتدريجيا عملية الجدية دي تغولت وجربنا الحبكة بتاعتنا بأدينا من كل العوامل اللي كانت مخليها متميزة من الأساس المواقف المبتكرة انسحبت ودخلت مكانها المواقف المهروسة مش عايز أحرق طبعا بس أنا بلمح لكل اللي ممكن نتوقعه من وجود شخصية صاحبة ماضي إجرامي معانا في الأحداث وزي ما قلتلكم مع انسحاب تدريجي للكوميديا لحد ما الدنيا نشفت ووصلنا لتسلسلات المفروض إنها جادة جدا وكلها زعيق بجمل مهروسة المدهش بقى هو إن جرعة الاستعبات اللي أنا كنت قابلها دي فضلت مكملة معانا وطبعا الاستعبات في الكوميديا حاجة والاستعبات في الجد حاجة تانية فبدأت الحبكة بتاعتنا اللي أنا كنت حبيبها جدا في النص الأول تتخرم يا جماعة ده حتى سؤال هو أنت هنا بتعمل إيه مهما كانت إجابته ساذجة على الأقل في النص الأول كان بيتسئل يعني حقيقي ومن كل قلبي صحقا للي أقنع صناع الكوميديا في مصر بأن الفصل الأخير من أفلامهم لازم يكون فيه شوية جدية عشان القصة تتقفل حلو أهو لا منك دحكتنا ولا منك قفلتها حلو ثلاثي البطولة بتاعنا فيه أفضل أحواله أنا هنا بتكلم عن أداءهم في الحبة بتوع الدحك مليش دعوة بالجد ده خالص أول الأمانة يعني فيه مشهد مواجهة افتراضية ما بين هشان ماجد ومحمد ممضوح في الحبة الجد حقيقي كان كويس بس الأهم في رأيي فعلا أداءهم في الفترة اللي كانت ملونة وبتلمع وكلها جديد في جديد دي شخصية شريف طبعا هي الضحية في كل المواقف الكوميديا اللي احنا عدينا عليها ودي منطقة هشان ماجد بكل تأكيد بيلعبها بكل كفاءة لحظات صدمته في ماضي مراته بالنسبالي عبقرية محمد ممضوح هو العنصر الفاعل في كل المواقف اللي احنا بنعدي عليها ورش على شخصيته شوية غباء على خفيف ساعده جدا في دفع الكوميديا وفي دفع القصة وإن كان مع جبنيش قوي اتنين من ثلاث مشاهد المفروض انهم كانوا بيستعرضوا قوته وعصبيته المفرطة أمينة خليل كمان في فترة الكوميديا وفي مرحلة اكتشاف ماضي شخصيتها كانت جمدة جدا وتصميم ملابس شخصيتها كان متميز قوي يعني هي من اول مشهد والمفروض انها زوجة في مكان راقي واسرة غنية ولكن ملابسها من النقطة دي وطوال احداث الفيلم عما لا تغششنا ان في ماضي مختلف نقطة مراعاة تفاصيل من الحاجات اللي انا بحبها انا عن نفسي مفيش حد من الثلاثي عاوز اقول انه كان متميز اكتر من غيره يمكن البطل الاساسي في الاداءات الكوميديا هو التناغم بين ثلاثي البطولة فيلم اكسمراتي كان ماشي حلوة اوي لغاية لما في نقطة معينة قرر مش انه يغير اجواؤه هو قرر انه يبقى فيلم تاني مش عايز اقول فيلم وحش او يمكن عاوز اقول فيلم وحش لا هو اكيد ما بقاش فيلم وحش بس انا مفروس منه اوي يا جماعة ده انا في اطار الكوميديا كنت مستعدة بلعلكم الزلط انا كنت طاير من الفرحة بمراعاة الكوميديا في كل حاجة بما فيها الاكشن في النص الاول من احداث الفيلم عندنا مشهد اكشن متميز جدا على مستوى الاخراج والتصميم والتنفيذ ومفيش لحظة فيه بطلنا نستهدف ان احنا ندحك الجمهور عموما يعني مش عارف يمكن انا اللي ببالغ في التفاوت ما بين فصول الفيلم واكيد مش عاوز اللي بيتفرج على المراجعة دي ياخد انطباع ان انا خارج من الفيلم محبط محبط لا مفروس اه بس في الصورة الكبيرة اكيد مبسوط ومعترف بان جرعة الكوميديا اللي موجودة في الفيلم تعود عن اي مشاكل فيه تقييم الفيلم اكس امراتي هو تمانية من عشرة كنت عاوز اقول سبع ونص عشان اعبر عن غيظي اكتر ولكن هو اصلا ينتمي فوق التمانية من عشرة خلاص بقى ده نصداع منقشة الحلقة في رأيكم ايه الافلام الكوميديا المصرية اللي قلبت جد في الفصل الاخير وعمل الدب نجاح ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وانستجرام واكس وتيك توك وبي باي